أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن مملكة البحرين ووفقا لرؤية وتوجيهات جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه ملتزمة تماما بالمساهمة في جعل الشباب العالمي أساسا لتحقيق أهداف التدمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة مشيرا إلى أن جلالته دائما ما يطلق المبادرات التي تركز على دعم الابتكارات الشبابية وتحقيقها باعتبارها تلعب دورا محوريا في حشد الطاقات الشبابية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأضاف سموه بمناسبة الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أن الجائزة تمكنت من جذب أنظار العالم نحوها بعد النجاح الكبير الذي شهدته في نسختها الأولى ولما تحمله من مضامين وأهداف نبيلة تجاه الشباب وحركة التنمية العالمية وأشار سموه لأن الجائزة جاءت لتحث دول العالم والهيئات الحكومية والخاصة والقطاع الأهلي لتمكين الشباب ليكون الوسيلة المثلى للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى توحيد الجهود العالمية لتمكين الشباب وأعرب أسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة شؤون الشباب والرياضة وبالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين في سبيل إنجاح الجائزة في نسختها الأولى وكانت وزارة شؤون الشباب والرياضة قد أعلنت أسماء الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أثناء المعرض الذي أقامته خصيصاً للتعريف بالنتائج والجائزة وذلك على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي التي تقام سنوياً ترجمة نانسي قنقر